اشتركوا في القناة لان السماد البلدي يحتوي على العديد من الطفيليات والامراض وبيوض الحشرات وبزور الحشائش لذلك وجب ترك السماد البلدي لمدة تقريبا عام حتى تحدث فيه كل عمليات التحلل وموت الفطريات وفساد بيوض الحشرات وتفقد بزور الحشائش قدرتها على النمو مع انفائدة واهمية السماد البلدي او العضوي للقمح خصوصا وكل المحاصيل الشتوية عموما لانه يساعد على تيسير العناصر الغزائية واحتفاظ التربة بالماء لأطول فترة ممكنة في الاراضي الخفيفة الرملية وبالاضافة الى امداد النبات بالعناصر الغزائية السهلة لامتصاص للنبات ويحتاج الفدان الى حوالي 20 متر مكعب من السماد البلدي ومن الضروري في خدمة ايضا اضافة السوبر فوسفات ويحتاج الفدان في القمح الى حوالي 200 كيلوجرام او 4 شكاير والافضل اضافة السوبر فوسفات زي ما تكلمنا في فيديو سابق عن افضل سوبر فوسفات للقمح الوحادي الناعم ام الثلاثي المحبب وتقدر حضرتك ترجع للفيديو على القناة باختصار هنضيف 100 كيلوجرام او شكارتين سوبر فوسفات وحادي وشكارتين سوبر فوسفات ثلاثي ثم نضيف 50 كيلوجرام كبريد زراعي بالاضافة الى شكارة سلفات نشادر ويفضل اضافة 25 كيلو سلفات بوتاسا في هذه الخدمة وهذه الخدمة تعتبر جرعة تنشيطية حتى يمتص منها النبات بعد تمام الانبات لانه لا يتم الري او اضافة السماد الا بعد من 20 الى 25 يوم في رية المحياة لذلك هذه الجرعة تساعد على النمو والنشاط بسرعة اثنين من اهم اسباب زيادة محصول القمح ايضا اختيار صنف مناسب ومن افضل اصناف في هذه الفترة اصناف ساخة 95 وجيزة 171 وستس 14 ومصر 3 وهذه الاصناف هي الافضل في الساحة حاليا ويجب ان تكون التقاوي من مصادر موسوقة وخلية من الاصابات الفطرية والحشرية بالاضافة الى خلوها من بزور الحشائش وان تكون الحبوب ممتلئة متماسلة بالحج وزات نسبة اسم انبات عالية وتكون معاملة بالمبيدات الفطرية قبل الزراعة ثلاثة ومن اهم العوامل ايضا معاد الزراعة المناسب وافضل معاد للزراعة هو منتصف شهر نوفمبر وبالاصح شهر نوفمبر ويفضل عدم الزراعة المبكرة لان لها ضرر على تكون الجزور والتفريع بسبب ارتفاع الحرارة لان تكون الجزور والتفريع بالاخص يحتاج الى حرارة منخفضة اما الحرارة المرتفعة تقلل من التفريع مما يقلل من عدد السنابل في الفدان وبالتالي التأثير على كمية المحصول اربعة اضافة استماد مع رية المحياة والتي تتم بعد من 20 الى 25 يوم من الزراعة ويجب ان لا تتأخر عن ذلك ويضاف معها شكرتين نطرات او شكرتين يوريا بالاضافة الى 20 لتر حامض فسفوريك لتنشيط الجزور وتدفعتها اما في الرية التالية فيتم اضافة شكارة سلفات بوتاسيام بالاضافة الى 10 لتر حامض فسفوريك بالاضافة الى شكرتين نطرات او شكرتين يوريا خمسة رش العناصر الصغرى التي هي الحديد والزنك والمنجنيز المخلابي ويتم رش دورة بعد رية المحياة ويتم رش مرة اخرى قبل طرد السنابل ويتم عمل رش بها عناصر الزنك والبورن المخلابي للمساعدة في عملية التزهير والتلقيح وملء السنابل بصورة كاملة ويمكن اضافة النحاس في هذه المرحلة لتحسين عملية التلقيح والاخصاف 6- وضع برنامج مكافحة متكامل للاصداء وبعض الاصابات الحشرية وبكده ان شاء الله تحصل على اعلى انتاجية للفدان لو اعجبكم الفيديو اعمل لايك واشتراك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته